ناس كتير ما بيخدوش بالهم من الأضرار اللي بتكون ناجمة عن الأطعمة اللي بترفع نسبة الكوليسترول في الدم وفي الجسم بتأثر طبعا تأثير مباشر على القلب أحيالا بتؤدي إلى مضاعفات كبيرة جدا احنا في غنى عنها لو عرفنا نظبط نظامنا الغذائي وعرفنا ايه هي بعض الأطعمة والأغذية اللي ممكن تزود نسبة الكوليسترول الضار لأنه فيه كوليسترول نافع ومفيد للجسم بيحتاجه مهم جدا وفيه كوليسترول دار نحاول نتجنب الأطعمة اللي بتزودها منه ايه هي الأطعمة اللي بترفع نسبة الكوليسترول وبتهدد القلب ازاي أتخلص من الكوليسترول دي كلها تساؤلات مهمة حنجاوب عليها في فقرتنا النهاردة مع الدكتور محمد صبري الحديني استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي يا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك صباح خير صباح النور يفادي طيب بداية كده إزاي نفرق ما بين الدهون الصحية والدهون غير الصحية زمان كان أهلينا بيأكلوا زبدة وسمنة وحاجات كويسة جدا وبعدها قعد الناس تقول لنا لأ بطلوا وخدوا زيت كويس وخفيف كلنا زيت حصل لنا مشاكل ورجعنا تاني ناكل زبدة وسمنة مين يأكل إيه وناكل أنهي زيوت ونستخدمها إزاي وهل هي مفيدة بالنسبة لنا ده مدخل ممتاز جدا يعني هو المشكلة بدأت من النقطة دي فعلا هو يعني من بدايات القرن التسعة عشر وكان أغلب الأمراض كانت كلها أمراض يعني ما قبل ذلك كانت أمراض مع لها علاقة بنقص التغذية الإصابات حاجة زي كده إنما بدأت تظهر الأمراض القلب الحديثة مع ظهور أطعمة وظهور سلوك غذائي مختلف وصوصا يعني في أمريكا يعني ومن هنا بدأت أبحاث بيحاولوا يدوروا على أسباب زيادة أمراض القلب طبعا الأبحاث دي كلها كانت يعني رايحة في التجاه بتتهم الدهون الطبيعية اللي هي الدهون الحيوانية والدهون المشبعة العادية يعني وتناست خالص بقى فيه أطعمة دخلت كانت زيادة في السكريات وزيادة في الزيوت اللي هي المصنعة والدراسات مشيت وقتها لاتهام زيوت الحيوانية يمكن في 2014 الدراسات الحديثة بقى أثبتت أن المشاكل كلها كانت جاية من اتجاه السكر واستخدام السكريات والنشويات والكربوهيدريتس بصورة عالية جدا والدهون والزيوت المصنعة وبرأت الدهون الحيوانية من تهمة الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية يمكن دي بداية تاريخية كده مشكلة والديبيت والخلاف الدائر دايما على من متهم في إصابة القلب والتصلب الشرايين وأمراض ضغط الدم هل الدهون الحيوانية ولا السكريات والزيوت المصنعة دكتور محمد دايما لما بنعمل تحليل الكوليسترول ويقولك عينك على الكوليسترول نازم تحافظ على مستوى معين عشان ما يتسببش فيه أمراض للقلب بشكل كبير عايزين نفرق بين الكوليسترول النافع والكوليسترول الضار لأنه فيه نسبة كوليسترول النافع المفروض تبقى عالية لجسم الإنسان وتتفاوت طبعا على مستوى العمر الفرق بينهم إيه وإزاي أعظم من الكوليسترول النافع وأتجنب نسبة الكوليسترول الضار طبعا الكوليستيرول ده هو مكون أساسي لحاجات مهمة جدا في الجسم منها الهرمونات الكورتزون والدستيرون بيخش في جدر الخلايا لحاجات لمنافع مضادة للالتهاب فالكوليستيرول نفسه هو عنصر مهم جدا لكن المشكلة فيه زي ما احنا قلنا في المقدمة العوامل الداخلة أو سوق استخدام نحن لبعض الأغذية زي السكريات والمواد الملهبة والمقليات هي دي اللي بتبدأ تغير في طبيعة الكوليستيرول الكوليستيرول ده بيتشال على نواقل اللي هي الـ LDL اللي هو الكوليستيرول اللي هو منخفض الكسافة واللي بنقول عليه الضار والـ HDL الـ HDL اللي هو بنقول عليه الكوليستيرول النافع طيب الـ LDL ده بيسبب مشاكل في جسم الإنسان نتيجة ارتفاع السكر والسكريات اللي هي حتى لو مريض مش مريض سكر ممكن بيارتفع السكر لفترة معينة ده بيعمل التهابات وبيغير من طبيعة الـ LDL وقومة الإنسورين بيغير طبيعة الجسم وزيادة الـ LDL زيادات جلدية تصبغات يعني بيحصل حياة كتير بزرطة فالـ LDL ده بيبدأ هو والكوليستيرول يترصب فيه الجدر بتاعة الشرايين ويؤدي إلى إنسدادات ويترتب عليها مستقبلاً سكتات قلبية وسكتات دماغية وجلطات وتصلب الشرايين وابتفاع ضغط الدم وفي نفس الوقت الـ HDL الـ HDL اللي احنا بيقوله عليه كوليستيرول نافع اللي هو زي ما بنقول إنه هو بيبدأ يجمع الكوليستيرول الزائد عن حاجة الجسم وبيبقى حامل لبعض الفيتامينز والمكونات المهمة لجسم الإنسان طبعاً نقصه خلاص ده بيؤدي إلى المشاكل وبيؤدي لزيادة نسب الإصابة بأمراض القلب في مقابل ونسبته مع الـ LDL هي الأهم في الموضوع يعني احنا النسب بتاعة الكوليستيرول ونسب الـ HDL مقارنة بالـ LDL دي النسب دي كلها مهمة في تحديد الإنسان حيبدأ يصاب بمشاكل في القلب وفي عواب الخطورة معينة مثلاً لو كان مدخن هذا الشخص أو مصاب بارتفاع ضغط الدم أو غيره دي بتعظم أو بتكتر شوية من فرص الإصابة لقدر الله بالجلطات أو السكتات الدماغية طبعاً يعني هو طبعاً فيه حاجة اسمها متلازمة الإيد أو الميتابوليك سندروم اللي بيبقى فيها الدهون السلسية عالية والضغط والسكر يعني المريض بيبقى عن قوي الـ HDL بيبقى قليل طبعاً التدخين العادات الغذائية السيئة دي رقم واحد يمكن تيجي في المقدمة عدم ممارسة الرياضة والمجهود البدني كل العوامل دي بتؤدي أن الإنسان يبقى عرضة لإصابة بأمراض القلب والكوليسترول يعني الكوليسترول يبدأ يبقى يعني مهدد لصحته وخاصة نركز على قصة عدم ممارسة الرياضة لأنه واحد من سبل العلاج أن الرياضة في حد ذاتها اليومية ممكن تؤدي إلى ضبط مستويات الكوليسترول في الده دكتور مؤخراً انتشر فكر أن الدهون الصحية بالعكس دي حاجة كويسة وخلينا نحاول نزود فيها وبقى فيه أنظمة غذائية قائمة أصلاً على زيادة نسبة الدهون يعني مثلاً زي الكيتو دايت اللي بيبقى عايز نسة أقل في الوزن أو يبقى عندهم مقاومة أنسولين أو في بعض أنواع السكر في المراحل الأولى بيلجأوا ليه؟ أنهم يزودوا الدهون ويزودوا البروتين ويشيلوا النشويات خالص وبقى فيه سيستم كده خدوا أفوكادو علشان فيه الدهون عالية أسماك اللي هي فيها الدهون عالية زيود زي زيت الحار بتاعنا اللي هو الزيت الزيت وغيرها محاولة أن نستخدم الحاجات اللي فيها نسبة الدهون عالية ولكن هي صحية هل نقدر فعلاً نعمل كده؟ ولا ده ترند من الترند اللي بتطلع كل شوية وفي الأخير إحنا اللي حنجني ده على صحتنا خلينا نقول إن استخدام أو استعمال النوعية دي من أنواع الدايت في مقابل إن إحنا بنقلل أو بنمنع النظم الغذائية الضارة يعني خلينا نقول إحنا على مدار التاريخ الناس بتستخدم الدهون الحياة بس إمتى ظهرت المشكلة مع يعني ظهور الأطعمة اللي هي الجنك فودز والنسبة العالية من السكريات اللي الإنسان بقى ياخدها يمكن الطفل الصغير دلوقتي اللي بياخده في حياته في أول مثلاً 3-4 سنين يمكن نقول إن هو قد ممكن بالغ خده في حياته في أزمنا قبل كده يعني على مراش تين سنة ده بنتقدر للسمنة كمان ونتقدر أكثر بشكل كبير بالضبط فإحنا إن إحنا إن الواحد ياخد لازم غذائه يكون متكامل لازم هيبقى فيه دهون طبيعي لازم هناخد أطعمها زي الخضروات اللي هي مليانة الأنتي أكسيدنت اللي هي ضدات الأكسادة اللي موجودة في الخضروات وفي الفكهة يعني لازم هيبقى ده مصدر مصادر العلاج قبل إنه يبقى غذائي يعني الدهون المشبعة من مصادرها الطبيعية يعني بنسب معقولة دي جزء من الغذائي اللي إحنا اللي بيفسد المعادلات دي هو وجود مثلا الحاجات اللي هي زي الصمن الصناعي الزيوت الصناعية السكر الأبيض النشويات من مصادرها يعني المصنع بالضبط أه إنما إحنا مش بنقول إن الكربوليس ما ناخدها بس ناخدها من المصادر الطبيعية ونقلل من المصادر المصنعة ومشروبات الغذية مليانة بالسكريات والعامل الضرية طيب نروح للعلاج المصابين بارتفاع الكوليسترول في الدم فيه أدوية لضبط الكوليسترول والخفض نسب الكوليسترول بيلجأ إليها المرضى أدوية أعتقد زي المرض المزمن زي مريضة ضغط يعني ما ينفعش يسيبها لازم يستمر إليها لفترات طويلة أو طول العمر يعني مدى فعالية هذه الأدوية ومدى كمان الحديث عن إنه من يتناول أدوية الكوليسترول فيه شكاوة أو كلام عن إنه بيصاب بوهن ما في العضلات إنها بتأثر على صحته بشكل عام مدى حقيقة بقى علمية يعني طيب خلينا نقسم كده اللي احنا الناس اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول ممكن يكون إنسان طبيعي وعنده ارتفاع في الكوليسترول فأول حاجة هننصحه بيها إنه هو الرياضة الأكل الصحي ونحاول نزود من مجهود اليوم طيب ممكن يكون المشكلة جينية ممكن التراجل السرايد أو الكوليسترول ده زيد نتيجة حاجة ورصية ودي ساعتها يعني بنلجأ لأدوية حديثة شوية وفيه منها كتير تحت التجارب ودي ممكن تكون قصة مختلفة نسبيا لكن بتؤدي لتصلم موكر للشارين التجاه الشائع يبقى إن احنا مريض مثلاً عنده سكر أو ضغط أو مصاب بمرض في القلب وكوليسترول العين طبعاً إضافة إن احنا حنبدأ النواية دي من النصايح الخاصة بالتغذية والرياضة هنروح بعد كده للجزء العلاج التدخل بالوائج منزل الدهون يعني بنبدأ الأول الليستاتين دي هي المكتهمة الأولى بالموضوع تكسير العضلات دوا إحنا بنحاول نوصل لأقل جرعة لو حد اشتكى من الشكوى دي بنوصل لأقل جرعة ما تسبب لناشى الأعراض دي لكن لو المريض خلاص إحنا أنا مش قادر ساعتها لازم بنعمل شفت على نوع تاني من أنواع أو عيلة تانية من خفضات الدهون ونبدأ ناخد منها جرعات مختلفة حد ما نوصل للتارجس بتاعتنا من خفض الكوليسترول طبعاً فيه مع أرقام متزايدة من الكوليسترول أحياناً الحاجات اللي هي العلاج التقليدي وإن كان هو نافع في نسبة هي النسبة الأغلب من الإصابة بارتفاع الكوليسترول فيه أدوية حديثة بدأت تبقى موجودة في السوق الطبي بتبقى عن طريق حوان بتتاخد مرة أو مرتين في الشهر وتعمل خفض عنيف لنسب الكوليسترول وخصوصاً مع الناس اللي عندهم جزء جيني أو مش مستجيب للأدوية التقليدية إذن يعني الوقاية خير من العلاج بدل ما ندخل في قصة أدوية أعتقد أن إحنا لما ناكل حاجة متكملة نستمتع بالطعم الجميل لربنا يعني يسره لنا وفي نفس الوقت نقدر أن إحنا نحافظ على الطبيعي بحيث أن إحنا ما نخرجش ونضطر من السياق ونضطر أن نلجأ للأدوية يعني إحنا ساعدنا بوجود حضرتك معانا النهاردة حضرتك نورتنا وشرفتنا دكتور محمد صبري استشاري أمراض القلب معهد القلب القومي نورتنا وشرفتنا دكتور